عايز أبدأ وفكركم من مسلسل عظيم أرابيسك المسلسل ده تحديداً كان فيه رؤية لصناعه رؤية بإنه العامل المصري المهر الصنايع الحلو لازم يكرم على الشاشة ويكرم إزاي بعمل درامي يدخل البيوت المصرية وترفع القبعة للعامل المصري نجح هذا العمل تماماً كتابةً تصويراً وإخراجاً صاحب العمل والمايسترو فنان كبير زي ما قلت في المقدمة من شوية هو دخل إلى الدراما المصرية من كل الأبواب ابن شرعي جداً للتلفزيون المصري وابن شرعي جداً للدراما بشكل عام وده اللي هيخلينا نبدأ الكلام معاه من التكريم اللي حصل بالأمس في مهرجان القاهرة للدراما تكريم المخرج الكبير جمال عبد الحميد في ضيافة التاسعة مساء الخير مساء الفل إيه الحاجات الحلوة دي؟ ربنا يا خليك يعني أنت أنا بقول ابن شرعي للدراما ودي حقيقة الحمد لله يعني مشيت في كل الأدوات الحمد لله جمعتها وين دخلت بقى على الإخراج يعني؟ ده فضل من الله سبحانه وتعالى يعني تركيبة المونتاج في البداية وبعدين التصوير والتمثيل وبعدين الإكسسوار، الديكور، الملاجس كل الأشياء دي أنا كنت بتدخل فيها ومصاحب كل، يعني كنت بعمل عيلة يعني إخوات، فكنا بنعمل كده وأصدقاء كتير جدا 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 كانوا بيشتغلوا معايا في كل حاجة، وكت أنا بحط عيني دايما إيه ده الإكسسوار، الملابس مش عارف إيه، الماكياج، لأن المونتاج بيخلق عند الإنسان حالة من الدقة الشدي يعني خلينا نقول للمشاهدين المونتاج بنوقف المشهد، أنت بتقعد تشتغل في فريم أو مشهد ممكن عشر ساعات مثلا، لشان تثبت حاجات، فده بيخلي العين قوية جدا كل التفاصيل تحت إيدك يعني مظبوط، مظبوط إنه بتقضيها حالة دي، هو المونتاج كمان كان بيعلمني إزاي أشوف السيناريو، أبتدي منين وأقفل فين المشهد، المشهد ده طويل شوية ده ممكن يتأثر يبقى هنا، ممكن نقول بالإقاع، ريتم، زي ما بيقول بالضبط، المونتاج علمني إزاي أشوف السيناريو، تركبته شكلها إيه، تعمل إزاي، وده الحقيقة ليه فضل، المونتاج اللي ليه فضل علي في أغلب الشغل اللي عملته يعني، أنا كنت بعمل المونتاج